بفضل سهولة نظام تذكرتي الذي ضمن التنظيم الجيد لدخول المشجعين إلى الملاعب المستضيفة لبطولة الأمم الإفريقية تحرص الأسر المصرية على حكس تذكرها وتسجيل حضورها في البطولة المزيد في هذا التقرير أصبح المشهد الأسري هو السائد بمنافذ تذكرتي المختلفة فهنا بالمركز الأولمبي بالمعادي حرص محمود سمير على استحاب أسراته أثناء استلامه تذكر المباريات وبطاقة المشجع الخاصة بهم في استعداد خاص لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية 2019 أما بمركز شباب الجزيرة كان الإقبال واضحا وفريق العمل مدرب جيدا على التعامل مع مشكلات المواطنين التي انضطرت بعد اعتيادهم على النظام الجديد وكيفية التعامل معه التيكتز كلها sold out يعني فيه ناس جاية على قد الناس اللي اشتريت عايزها تيكتز تاني لأول مطش بس يعني احنا التيكتز بتطلع على كل سيت في الاستاد مشان نقدر نطلع تيكتز أكتر من كده بنجيب تذكرة من العنات دي جميلة جدا حاجة ما كانتش موجودة قبل كده وبعدين بتقدر على السوق السوق ده النظام اللي أنا شايفه ده مفيش حاجة اسمها سودع يعني الصاحب الفان اي دي هو اللي هياخد التذكرة وهو اللي هيخش ما ينفعش حد تاني يخش ما ينفعش يبيحها من بداية ما عرفت موقع تذكرته كم ده كله وبدأت اسجل على النت يعني كان موضوع سليس جدا بقى لما جيت هنا كمان يعني لقيت الموضوع سليس أكتر يعني صراحة ما خادش وقت خالص لما سعمت الاي دي والتيكت وكم ده كله من نسبة لموقع انهوات عمل في مصر في حاجة جميلة جدا وياريت تفضل ان الطبقة على المستوى المتشاط وان الجماعية ترجع تاني للملعب بحيث ان يكون في روح اصلا في القرى المصرية تاني زي زمان نظام كل حاجة بالسيستم فعلا وما فيش مثلا وسطة ما فيش حد يجيب لقريبه وما فيش حد يجيب لصحابه يستمر العمل في منافذ تذكرتي ونحن على مشارف استقبال بطولة الامم الافريقية ولكن هذه المرة بنظام دقيق لحجز التذاكر يوفر على المواطنين الوقت والجهد